اشتركوا في القناة 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 كل مرة غذي الوشعة الوشعة اللي تغذيه وشه حي تذب دوار لها كما كما تلاحظون هنا نغذي الوشعة الخضراء وشه حي يصيره حي دور دوار بخطوة خطوة هذي قدرها تسعين درجة والدوار دور نحو اليمين نغذي الوشعة الزرقاء زيد دوار زيد يدور خطوة ومبعدها يولي في الأسفة لو كان غذي الوشعة الصفراء يدور بخطوة ويدور نحو اليسر ولكن غذي الوشعة الحمرة لتتصبح خطوة في العود الى حالة الابتدائية هذه الزاوية جمعت تسعين درجة وش سسميها خطوة اذا وش يقول لهذا المحرك خطوة بخطوة؟ قدر دار خطوة خلال الزاوية دار أربع خطوات اذا نكتب عدد خطوات خلال الدورة لهذا المحرك هي تسوي أربع خطوات مع أن это عدد خطوات خلال الدورة قدر دار خطوة دار أربع خطوات ثم يأتي أحد يساقسيني كيف نحسب عدد خطوات؟ هنا أعطيت ميلة في متحرك كيف نحسبهم؟ أقدرنا أن هناك 4 خطوات خلالها 360 درجة لكنها رياضيا كيف نحسبها؟ طريقة بسيطة جداً القانون تها عدد الخطوات يساوي كواحد معامل تبديل الوشعة هل هي أحدة قطبية أو ثنائية قطبية؟ في كاثنين نمط التشغيل في أم وهي عدد الأطوار هي عدد الأزواج الأقطاب المياناتيسية للدورج لا تقلقون كل شيء سهل لا نحن ندخل في هذا القانون نحن نزيد نفع هموم له وبعد هذا القانون بإذن الله يأتي بسبوسة هيا جمعاً نكمله إذن اذهب إلى محرك خطوة بخطوة ما قلنا؟ هذا المحرك خطوة بخطوة تمدلوا نباضات الإشاة ساعة تمدل لك حركة معناتها تمدلوا إشاة نباضات ساعة ما معناتها؟ ماذا ينتج له النباضات؟ ماذا يمدلوا إشاة ساعة؟ ما معناتها؟ تمدلوا نو 555 بشارط لازم 6 يكون مربوط مع 2 ولا كانت طريقة ثانية كذلك في الوحدة الأولى اللي هو توليد إشاة ساعة باستخدام بوابات نفي CMOS إذن ما معناتها؟ معناتها محرك خطوة بخطوة بخطوة لازم له نباضات نباضات هذو مينجو يا نو 555 يا بوابات نفي CMOS سؤال مطروح هل نستطيع إيصال إشاة الساعة مباشرة في المحرك؟ لإجابة لا لماذا؟ لماذا؟ لأن أول حاجة هنا في المحرك خطوة بخطوة عندي ربع وشائع وفي الدوائر تعتوليد إشاة الساعة كاين مخرج واحد هذه أول حاجة ثاني حاجة مترباء أبو هيدور لازم كل مرة نغذي وشائع في مرة الأول أغذية وشائع لولا مرة الثانية قد يومه وشائع ثانية مرة ثانية وشائعة ثانية مرة ربع مرة وشائعة ربع وهذه ما بتقدش تديرها N.O.555 على بيكم N 555 واشتمتلي؟ تمتلي 01-01-01 اذا ماذا لازم لي بعد الطابق توليد إشاة الساعة لازم لي طابق جديد واشي هو؟ اللي هو طابق التحكم هذا الطابق التحكم موش يتحكم في تغذية وشائع على تتابع طابق التحكم وجمعنا طريقة الأولى بما أنه درسته سجلات باستخدام قلابات إذاً هذا السجل الذي أعطيت لكم هو سجل إزاحة يمين دوارانية ولا قادة يمد لك سجل إزاحة يمين دوارانية ولا قادة يمد لك سجل بقلابات في إزاحة يمين دوارانية أو يسار دوارانية إذاً هذه السجلات لا نديرهم بنتحكم في تتابع تغذية الوشعة جماعة اللي لم أشفهم سجلات بسيطة جداً ستفرج الحصة رقم 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و ندير كل شيء بالتفصيل كل صغيرة و كل كبيرة ستجدوها في سجلات كانت طريقة أخرى تتحكم في تغذية الوشعة كذلك درستها في سنة الثالثة اللي هو السجل الشامل 74.198 هذا كذلك هو وظيفة وتحكم في تغذية تتابع الوشعة جماعة اللي لم أشفهم دارة مدمجة 74.198 تفرج الحصة 30 و 31 و 32 و بإذن الله ما تجدوه حتى مشكلة كانت طريقة أخرى تتحكم في تغذية الوشعة و درستها كذلك السنة الثالثة اللي هو الميكرو المراقب بيك 16F 8 كذلك قاد يتحكم في تغذية الوشعة جماعة زينا لو كان هذه الدوار تتحكم نربطوهم مباشرة بالمحرك خطوة بخطوة اللي هو السبب تحتها السبب تحتها هو السبب تحت تحريضية ناتجة عن تحريض الذاتي للوشعة هذه واحدة وثاني حاجة هذه الدوار ما تقدرش تتحرض الوشعة لماذا؟ لماذا؟ لأنه اللي هو درسته عند الأساتي ذاتكم القلبات و الدارة مندمجة التيار اللي تبدو تيار ضعيف بزر هذا تيار غير كافي لتغذية الوشعة و تخليها تحول تيار كعربائي إلى حق المغناطيسي لذلك وشو وجب علينا؟ وجب علينا إضافة طابق جديد وشو هو؟ طابق هذا وشو يسميه وسببه طابق التضخيم لماذا طابق التضخيم؟ باشكعوا لا لازم لي هنا مقحل هذا التيار الضعيف اللي تمدوا لدارة مندمجة نضخموا ببطات مرة اللي يمدوا لي المقحل أمبيان إذا كانت بطة 100 رح يضخمه 100 مرة إذا 100 رح يضخمه 100 مرة إذا ما ساعدكش مقحل أمبيان لازم لك مقحل دارلينتون ولا مقحل مصفات إذا وش لازم لي؟ كتعد عندي هذا الطوابق ما نقدش نربطه مباشرة في المحرك خطو بخطو لذا وجب علي إضافة طابق تضخيم اللي هو عبارة مقحل أمبيان بعدها من طابق التضخيم الجماعة وش نديره؟ من طابق التضخيم مباشرة نربطه في المحرك خطوة بخطوة وهذه الوشعة قم تشوفوا فيها هذه الوشعة تعمل محرك خطوة بخطوة إن شاء الله وصلتكم فكرة إذا ما نتبعه نغذي محرك خطوة بخطوة لازم لي طابق الأول توليد إشارة الساعة بعد طابق توليد إشارة الساعة لازم لي طابق التحكم إما باستخدام سجل باستخدام قلابات ولا سجل شامل ولا الميكرو مراقب هذو طابق التحكم بما يصرنا مشكلة وش لازم نزيده طابق التضخيم وهذا طابق التضخيم باستخدام مقاحل من بعدها وش نربطه هذا الطابق التضخيم نربطه بالوشعة محرك خطوة بخطوة هذي اش معناتها؟ كيمد لي سجل بقلابات ولا سجل بقلابات ولا ميكرو مراقب بيك 16F84A كان طريقة أخرى في دار بتاعكم أجمع وراحين أدرشتهم على الأستخدام تلكم اللي هي وش هي دارة مندمجة SAA 2027 هذي دارة مندمجة SAA 2027 وش دارة فوسطها؟ دارة فوسطها سجلات حق نوفوسطها سجلات وحق نوفوسطها طابق التضخيم إذن في هذه الحالة كيمد لك SAA 2027 هذي الدارة وش لازم لها إشارة ساعة؟ ومباشرة يعطي لك SAA 2027 يعطيها لك مباشرة مربوطة في المحرك خطوة بخطوة على هما تكون طابق التضخيم لأنه طابق التضخيم محقون في هذه الدارة مندمج هذا الاحتمال رابع والاحتمال الأخير قادر لمحرك خطوة بخطوة وش كون يتحكم فيه؟ يعطي لك مبارمج الآلي لابي هذا المبارمج الآلي لابي يجمعه لا يحتاج إشارة ساعة لأن الإشارة الساعة موجودة فيه داخليا وهذا المبارمج الآلي مباشرة مخارج O1, O2, O3, O4 نربطهم بالوشائع مباشرة تدعم محرك خطوة بخطوة على هما تكون طابق التضخيم لأنه داخليا في المبارمج الآلي لابي يحتوي على وشائع تتحكم في التماسات O1, O2, O3, O4 إذا نجمعه وش معناتها؟ إذا جاءكم محرك خطوة بخطوة وش ه يعطيكم؟ ركزوا معي منه هذا الآلي يحيش طابق التركيب بهذا الشكل توليد إشارة ساعة تابق ثاني يستخدم سجل إزاحة يمين دوراني ولا إزاحة يصيد دوراني وهذا سجل يجب له طابق التضخيم وهذا طابق تضخيم مربوط متوırdه هذا الاحتمال الأول احتمال الثاني يقدم لك طابق توليد إشارة ساعة وطابق تحاكم ب騎ستخدام سجل شامل ومن بعد سجل شامل طابق التضخيم ومن بعدها محرك خطوة بخطوة احتمال الثلاث التمارين طابق توليد إشارة ساعة وطابق تحكم يخدمون لك بالميكرو المراقب بيك 16F 84A وبعدها طابق تضخيم وبعدها محارك خطوة بخطوة احتمال الرابعة وطابق توليد إشارة ساعة سواء N555 لبوبة نفي CMOS هذا مربوط بطابق تحكم SAA 1027 وهذا مربوط مباشرة في محارك خطوة بخطوة بدون طابق تضخيم بسكع له لأنه طابق تضخيم موجود داخل SAA 1027 والاحتمال الأخير هو جماعة قادة يعطي لك مبرمج الآلي مباشرة يتحكم في تغذية الوشاء O1, O2, O3, O4 مربوطين بوشاء الأربعة لمحارك خطوة بخطوة مع أنت هذه هي كل احتمالات في محارك خطوة بخطوة من بعدها جماعة هاي نرجع لخدماتنا كيف نحسب عدد خطوات محارك خطوة بخطوة طريقة بسيطة جدا كيف نحسب عدد خطوة هذا المحارك خلال الدورة إذن عدد خطوات محارك خطوة بخطوة ماذا يساوي يساوي K1 في K2 في M في P بعدها تسأل يوستي وش معنطها K1 وش معنطها K2 وش معنطها M وش معنطها B بسيطة جدا ما في حتى إشكالية إذن K1 وش هو هو معامل تبديل يعني هذي الوشي اللي يمدها لك هل هي معامل تبديل تح أحادي قطبية ولا ثنائية قطبية ولا تغذية أحادي قطبية ولا ثنائية قطبية لا تقلقوا شرحهم بالتفصيل هذي بنسبة K1 كاثلين وش هو أستاذ كاثلين وش هو النمط التشغيل هذي الوشي اللي نغذيهم هل نمط التشغيل تحهم متناظر ولا غير متناظر هل هو خطوة أو نصفة خطوة أما أم وش هي أم وش هي عدد الأطوار الساكن اللي هي عدد الوشي اللي بالفوفة وأخيرا P وش هو هو عدد الأزواج المغناطسية للدوار أزواج كما هنا A&S مع بعضهم يشكلوا الزوج مع أنت P يساوي 1 لا تقلقوا شرحوا شرحوا بالتفصيل هنا أعطيتكم ما معناته القانون هذا ما كان هذه الأجماعة نبدأ نشرحه بالتفصيل نبدأ بK1 إذا نجمع كواحد كيف تستخرجوا؟ أول حاجة وش تسأل روحك؟ تسأل روحك هل هذا المحرك تبديله ثنائي قطبية؟ والله تبديله أحادي قطبية في هذه الحالة أجماعة وش تدير؟ إذا نقول كواحد عندها احتمالين إما أحادي قطبية إما أو ثنائي قطبية إذا كانت كواحدة قطبية كواحدة يساوي 1 وإذا كان ثنائي قطبية كواحدة يساوي 2 هنا لا أعطيت هذه المجمع لازم تركز معهم له قادر مباشرة نقول لك محرك خطوة بخطوة تبديله أحادي قطبية إذا مجرد شفت كلمة أحادي قطبية اكتب كواحدة يساوي 1 ونهار اللي يقول لك محرك خطوة بخطوة تغذيته ثنائية قطبية ولا تبديله ثنائية قطبية اكتب كواحد يساوي 2 مع أنت كواحد عنده قيمتين يا واحد يا ثنين نهار اللي يما يكتبها لك خرجها مباشرة نهار اللي ما يعطي لك تبديل أحادي قطبية ولا ثنائي قطبية لازم أنت ليستخرجوا كيف أن يستخرجوا؟ طريقة بسيطة جدا في هذه الحالة أجمعه وش يمدلك يمدلك البنية الداخلية تبديل أحادي قطبية وكيف أن تعرف وشيعة تبديل تحاث نائي القطبية بسيطة جدا إذا أعطى لك الوشيعة أجمعه بهذا الشكل وهذه الوشيعة تحتوي على نقطة وسطية مع أنت هذه الوشيعة كده هي واللي فيها مدخل 1 زوج 3 نهار اللي تلقى فيها نقطة وسطية إذن هذه الوشيعة وش تسميها؟ تبديلها أحادي قطبية ولا تسميها تغذية المتاحة وحادية قطبية إذا مباشرة كتشوف نقطة وسطية اكتب كواحد يساوي واحد يساوي واحد هكذا ونهار يمد لك وشعة بهذا الشكل ما فيهاش نقطة الوسطية وفيها غير مدخلين مدخل أعلى وما دخل أسفل هنا وش نقوله تبديل ثناء القطبية بمجرد تشوف هذه الوشعة وش تكتب كواحد وش يساوي يساوي اذا ما عرفنا قادمة لك مكتوبة ومباشرة قادمة لك قادمة لك البنية الداخلية تعال وشعة اذا لقيت نقطة وسطية كواحد يساوي يساوي وحد اذا لقيت وشعة لم جده لك نقطة وسطية كواحد يساوي اثنين كان احتمال� ثالث قادمة لك بنية داخلية تعال وشعة وبنها هذي الكتب او حادية قطبية او ثنائيك قطبية والاحتمال الثالث جمعة بسير جدا وش قادمة لكم يقوم بها طابق التضخيم تعالي تحكم في تضخيم قدمتكم طابق تضخيم فيه مقحل واحد وقادمتكم وشيعي تحكموا فيها جسر ربعة ترانزيستورات إذاً هذا وش نسميه؟ هذا نسميه طابق تضخيم تبديل أحادي قطبية وهذا وش نسميه طابق تضخيم ثنائي قطبية وبهنا نفهمه جماعة وش معنته أحادي قطبية وثنائي قطبية بسيطة جداً هذا كنت تفهموا وش معنته أحادي قطبية تغذية أحادي قطبية نبدأه في المقحل الأول جماعة شوفهم عاملين هذا المقحل بيكون مشبع لازم تغذية أحادي قطبية مثلها خمسة فورد ومثلها واحد منطقة كي تغذية هذا المقحل شو يولي؟ يولي مشبع شو يولي؟ يولي قاطعة مغلقة ما بين كليكتور ايميتور إذاً هذا تيار يجي من VCC يروح عبر الوشعة وبعدها يروح لكليكتور مقحل وبعدها يخرج من ايميتور وبعدها يوصل لجيني وش تلاحظوا التيار هنا تلاحظوا بالوشعة تيار جهة من الفوق وخرج من الأسفل مع أنت عنده إتجاه واحد على هذي وش تسموها وشعة تبديلها وحادي القطبي مع أنت التيار عنده إتجاه واحد صحيح إن شاء الله وصلتكم فكرة أما طابق الثاني جماعة هذا طابق الثاني وش فيه في مدخلين في آزيد وآناقس وهذا مدخلين متعاكسين إذا مددت هذا خمسة فورد هذا وش هيكون زير فورد وإذا مددت هذا زير فورد هذا حيكون خمسة فورد فهنا نفهمه لا سمو ثنائي القطبية نشوفه التغذية شوفوا الحالة الأولى هذه مددتها خمسة فورد وهذا مددتها خمسة فورد مقحل هذا شي يولي يولي مشابعة ووصل لجهد إذا أكتيف والمقحل الثاني اللي تبعه هذا الخط شوفوا جمعه مقحل ديجي في الأسفل هذا كذلك وصل لجهد وش يكون أكتيف مين مقحل هذا وهذا الجهد تاعم قدها زير فورد ش حيكون هذا حيكون مانا وهذا مانا إذا هذا المقحل مشبه هذا مانا هذا مانا هذا مشبه إذا هذا التي يجي مصدر الجهد كيف يمشي يجمعه يمشي كي يلقى المقحل مشبه إذا هذا التي يجي منا وبعدها يروح منا يفوت عبر هذا المقحل بسكو مشبه وبعدها كي يوصل النقطة هذي وش يلقى يلقى هذا مقحل مانا ويلقى وش يعوين حييروه يروح عبر الوشع ركزه معه يمليح نايا إذن إتجاه التيار هنا في حال الأول جمع بإتجاه التيار من اليسار إلى اليمين المعد تود عليه في مقحة 4 وراء jin إذا من الأول لما ا Iدي سويا خمسة وفي مقاشر لي أ destruction إتجاه التيار من اليسار إلى اليمين المعد أن تكون البحث عليك حق الأول إتجاه أنت ترك لمن ه bio centavol أكثر من حال الـ 5 كما��요 وقف SIMму seven كما تلاحظوا هذا المقحل كذلك وصله جهد ونزيد ونتبعه هذا الخط. كما تلاحظوا هذا المقحل كذلك وصله جهد ويكون اكتيف مشبه. والمقحل هذا ومقحل هذا ما وصل لهم جهد. أعطيت لهم 0 فولت ويكونوا مزدودين. إذن تيار هذا من VCC كيف يمشي هذا المرة؟ يمشي بهذا الشكل. أن لا يذهب مقحل هذا المانع يذهب عبر هذا المقحل ومن بعدها يخرج من الامتر. بعدها يصل إلى هذه النقطة ويأتي هذا مقحل مانع وين يجب يذهب الوشعة على ركسه معين. أتعرضوا هنا في تيار تيار أكس الإتيجهة أو لم تتعرض من اليمين إلى اليسار. وإذاً بعدها تيار يصل إلى هذه النقطة ويذهب عبر هذا المقحل ويصل إلى GND. إذن هذا الطابق ووظيفة تعلقه وله داروا ربع مقاحل يأكس تيار مقحل على إتيجهين. إذن هذه الوشعة، والذي تحتاج ثيار هذه الأتيجاه، تسمون تبديلونها ثنائي القطبي إذن ليس تسمين ثنائي قطبي, معناته التيار لنعكسوه على الاتجاه، إذن أجمع إلماذها؟ أولئك مثلا لو كان ما يميد لكش أوضي قطبي ثنائي قطبية و Chapel Pam, لم يميد لكش مثلاً بني الداخل تعالى الوشعة ونرأى الطابقة التضخيم اللي يتحكم في الوشعة إذا الأقلت مقحة الواحد، ما الأقل تعرف ذلك ؟ كواحد لا أم Som 1 إذا لقيت الوشعة تحكم فيها ربع مقاحل إذا كواحد يساوي يساوي اثنين هذا بنسبة لكا واحد إن شاء الله كامل تكونوا فهمتوا إذا ناجع القانون تاعنا واش قلنا باللي عدد خطوط يساوي كواحد كمنا كواحد اللي هو كواحد يسمينا معامل تبديل ونسميه معامل تغذية رحوا الكاثنين بالنفس الطريقة نشرح لكم كاثنين يا جمعة الكاثنين واش يسميه نمط التشغيل إذا بدأس الطريقة نسأل رحي سؤال كينا زوج طرق تحت تشغيل كينا تغذية غير متناظرة ولا نمط تشغيل غير متناظر وكينا تغذية متناظرة ولا نمط تشغيل متناظر واش معانتها كاثنين كده عنده قيمة عنده احتمال ثاني كذلك واش يدي ايا واحد ايا اثنين بنا عرف القيمة مجمعه بنا عرف لازم تركز مليه إذا قالك هذا المحرك هذا المحرك نمط تشغيله متناظر إذا كاثنين واش يستهifying واحد ولا يقول لك هذا المحرك دواره يجتز خطوة واحدة إذا ك كتشف هاتو كلمتين واش تقولون تقولوا بلي كاثنين واش يستهifying واحد ولا احتمال ثاني جماعه واش يقول لك هذا المحرك نمط تشغيله غير متناظر ولا شي بكل مجمع دواره يجتز نصف مجمع خطوة ففي هذه الحلقة كيف نخرجه كاثنين إذا قال لك متناظر أو دوره يجتاز خطوة كثنين وماذا يفعل؟ واحد إذا قال لك نمط التشغيله غير متناظر أو دوره يجتاز نصف خطوة إذن هنا كثنين وماذا يفعل؟ ثنين هنا اللي كان يعطيها لك مباشرة بنفس الطريقة جمع قادما يعطيك نمط التشغيل وقادما يقول لك شه دورته أسكت دير خطوة وماذا نصف خطوة في هذه الحالة وشه يجب تعرف؟ يجب تعرف تغذية الوشائع في هذه الحالة جمعك عندك احتمالين عندك احتمال أول جدول أول وكين جدول الثاني كيف نعرف من الجدول كيف نعرف أسكو نمط تشغيل متناظر ولا غير متناظر طريقة بسيطة جدا ركزوا معي منه إذا نجمعها نعطي لك هذا الجدول الأول نحن ندصر هذا الجدول الأول إذا شوفوا الجدول الأول ركزوا معي منه الجدول الأول في المرحلة الأولى غذينا الوحدة غذينا وشعة وحدة إذن دوروني يروح يروح الوحد تشاهد المرحلة الثانية غفلنا الثالثة غذيت نفس عدد وشعة. غذيت وشعة واحدة. غذيت الثلاثة. الدور وين حياروه? يروح الثلاثة. يدور الثلاثة. ومرة الرابعة غذيت غذيت الوشعة الثلاثة. مع تدور يروح الثلاثة. إذا هنا. وشان نلاحظوا. نلاحظوا في كل مرة نغذي نفس عدد الوشعة. إذا هنا جمعه وش نديره؟ نقولوا باللي هذا الجدول يوفر لنا نمط تشغيل متناظة. إذا كاثين وش يساوي؟ يساوي واحد. كانت طريقة مرة الثانية غضية لتزج الوشعة ными Rose 1 وال 2 مرة الثانية الزجة you will yield وال 3 حامرا أو يقول للمتجدوله لما يغذي للمتجدد دولته للمحتيفة وذلك مرة ثلاثة مرة ثلاثة فخرج مختلفت حامرا أو السب أو أو השعور وسنعبر مرة ثلاثة other هل هذا العديد نمط للعمور التناظر أو غير متناظر؟ إذن ما هو نمطه متناظر؟ لماذا متناظر؟ لأنه مرة غضيت زوج، مرة ثانية زوج، مرة ثلاثة زوج، مرة ربعة زوج، لازم نغضي نفس العدد الوشع، إذن ما نسميه؟ دوار يجتاز خطوة كاملة، والنمط تشغيله متناظر، والكاتنية تساوي جماعة تساوي واحد، هذا بنسبة الجدول جماعة قادي يتعطيك تجدول الثانية اللي راكم تلاحظون في هذا هو مرة لولا، وش غضيت؟ غضيت وشعة واحدة، غضيت الوحيد، دوار يروح أمام الوحد، مرة ثانية اسكوا، غضيت نفس العدد، كما ما هكم تلاحظون؟ لا لا، مرة لولا غضيت وشعة، مرة ثانية غضيت زوج وشعة، إذن هنا تغضية غير متناظر، ولا هنمطش غير، غير متناظر، شوفوا جماعة كن غضية الوحد والثنين، دوار يجي ما بين الواحد والثنين، شوفوش دار، دار نصف خطوة مقبل خطوة كشفنا في الجدول هو كان خطوة فيها 90 درجة كدرت هذا الجدول الخطوة قد أولت 45 درجة إذن وش هو اللي يدير ولي يدير نصف خطوة بنسبة المحرك الأول إذن هنه وش نقوله من هذا الجدول المحرك يدور نصف خطوة ونما تشغله غير متناظر كيف عرفته لأنني كل مرة ما نغذيش نفس عدد الوش مرة لولا غذيت واحدة مرة ثانية غذيت زوج مرة ثالثة غذيت واحدة يروح أمام الثنين مرة أربعة غذيت زوج دور يجي ما بين الثنين والأربعة مرة الخامسة غذيت وشعة واحدة الثلاثة الدور يروح أمام الثلاثة مرة الساسة غذيت الثلاثة والأربعة دور يجي ما بينتهم بهذا الشكل مرة السابعة غذيت الوشعة الثلاثة دور يروح أمام الثلاثة ومرة الأخيرة وش غذيت الثلاثة والأربعة دور يجي ما بينتهم هنه وش نلاحظه دور عادي دور بنصف خطوة ونما تشغل تعول له غير متناظر إذا كاثنين تعى وش يسوي يسوي ثنين إذا نجمعها تعلمتها كاثنين إذا وقال لك محرك عندما لا تشغيل تع encuentra متناظع إذا كاثنين يسوي واحد إذا لك محرك يدور خطوة كاملة إذا كاثنين يسوي واحد أو يعطي لك الجدول كل مرأة نغذي لديه أث switching نفس العدد الوشائع إذا كاثنين وش نقول يسوي واحد أو يبدو اي مزعget dio متناظع ass interpretations ما يقول لك هي يقول لك محرك خطوة خطوة يجتاز نصف خطوة اكتب كاثنين يساوي ثنين ولا لو كان ما يمد لكش هذا الزوج يعطي لك الجدول شوف الجدول كل مرة ما نغضيش نفس عدد الوشع إذا كاثنين يساوي ثنين جمع لو كان ما يمد لكش هذا وكامل كان واحد الأمور تبين هل محرك متناظر ولا غير متناظر ركزه معي منح يعني بلا ما يمد لك جدول تغذية فهذه الحالة وش الجمعة؟ إذا مد لك محرك خطوة بخطوة يتحكم فيه سجل بالقلبات سواء نزاحة يمي دوارانية ولا نزاحة أيصة دوارانية ولا أعطى لك هذا المحرك خطوة بخطوة يتحكم فيه سجل عام 7498 ولا أعطى لك هذا السجل هذا المحرك يتحكم فيه SAA 2017 هذا كامل يمد لنمط متناظر يمد لك نمط تشغيل متناظر إذا كاثنين يساوي واحد وانت مغمض عينيك تعرف كاثنين يساوي واحد أما كاثنين يساوي ثنين جمع تكون في حالة واحدة فقط وانت مد لك هذو الوشائع يتحكم فيه سجل جونسون جمع حذاري 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 سجلات كاملة تمد نمط متناظر باستثناء عداد جونسون العداد جونسون كيف نعرفه كيف نعرفه كين يجب مخرج الأخير منفي ويغذي مدخل أول ما عندها دي او او شي يغذيه يغذيه كي دي باع ولا تلقوه العكس دي دي وش يغذيه يغذيه كي اا باع كل شيء يرجى النهار من المدخل يغذيه couldn't you those photos. يدل indem當think أخر ي cerveau وأعطيك حصات سجيلات. إذا جدولك هي هي هي是不是 الصفحة Aspd B Paula and茶 R nível 1. ثم نقل 3 وحدات ث rear 4 وحدات ثم 레� whistle bioprada ثم الأو axe önce أخرجrics Json Faxs ethnic cover ثم تقوم هناك مجموعة وتزيل كثيرا جميلة أو وحد London otro. ذو يستطيع أن فصلت بالعمل يبقى منازج احتمالات. لو كان يمد لك هذا موتوبا ابا يتحكم فيه ميكرو مراقب ولا يتحكم فيه لابي هنا ما تقدش تعرف اشماع. ما تقدش تعرف كاثنين يساوي واحد وما تقدش تعرف كاثنين يساوي اثنين. لازم يرفق لك لازم يرفق لك الجدول التغذية اللي كنت تشوفه فيه. ولا يعطي لك هذه الكتبات. يقول لك باللي طابق تحكم يتحكم في محرك خطوة بخطوة حيث نمط التشغيل لهذا المحرك متناضح. اذا كاثنين يساوي واحد. اذا ما تقول لك في البيك 16F84 في المبرمج الآلي لازم لي يرفق لي التسمية والله يعطي لي جدول تغذية الوشائع. هذا بنسبة لكاثنين. اذا جماعة ان شاء الله ستكونوا فهمتوا. اذا نعود ونرجع للقانون. القانون تعنا ما تقول لك عدد الخطوط يساوي كاثنين في كاثنين. كمانا كاثنين. دركنوا روحوا الام جماعة. الام هي البسيطة الام وشمعتها عدد الأطوار الساكن. بسيطة جدا. اذا اعطالك البنية الداخلية تعال الوشائع. عدد الأطوار الساكن في الوشيعة النقطة الوسطية كل نصف ملف تحسبوه على شكل طور. اذا هنا هنا كده كان طور. واحد زوج ثلاثة اربعة. اذا هنا وش نكتب. نكتب اام يساوي اربعة. هنا يمدك وشيعة بنقطة وسطي. كل نصف لف تحسبو طور. اما لو كان يمدك بنية داخلية الوشيعة ويعطيك الوشيعة تبديل احادي القطبية. هنا الوشيعة تحسبها على أساس طور واحد إذا هنا قدر عندي طور عندي واحد عندي زوج إذا هنا أم عدد أطور وشي سوي اثنين هذه بسيطة جدا وفي حتى إشكالية ميكينا فيها مشكلة جمعة تخيلوا لو كان ما يمد لك شبونية الداخلية تعال وشيعة كيف تحسب الأم طريقة بسيطة جدا فهذه الحالة وشي حيمد لك مثلا أعطى لك طابق تحكم اللي هو بيك 16F84 هنا يعطى لك الطابق التضخيم جمعة من طابق التضخيم نقدر أن نحسبه عدد الوشيعة شوهم معي هذه الوشيعة الأولى هذه وشيعة الثانية هذه وشيعة ثلاثة وهذه وشيعة ربعة إذن أم هنا وشي يساوي يساوي ربعة إذن ركب تلاحظوا RA0 حتى RA4 RA3 يتحكم فيها ربعة وشيعة هذه بنسبة لي لو كان يمد لك مثلا طابق تضخيم تبديل أحادة قطبية لو كان يمد لك طريقة ثانية طابق تحكم طابق تضخيم تبديل ثنائي قطبية في هذه الحالة بنفس الطريقة ما يدوخوكوش من مخارج مع RA0 حتى RA3 انت وش وظيفتك احسب الوشيعة إذا هنا كده كينا كينا وشيعة لولا وهنا كينا وشيعة ثانية إذا هنا كده عدد الأطوار إذا نقام وش يساوي يساوي ثني يعني إذا أعطى لك بنية داخلية سهلة لو كان يمد لكش بنية داخلية روح طابق تضخيم وحسب الوشيعة هذا بنسبة الآن كمنا الآن آخر حاجة في العدد الخطوات اللي هي P وش معناتها بيا جماعة P وش معنات عدد الأزواج لأقطاب المغناطيسية للدوار إذن وش معناتها جماعة على بالكم في المغناطيس دي ما فيه قطبين قطب الشمالي وقطب الجنوبي قطب الشمالي مع الجنوبي مع بعضهم يشكلوا لي زوج كما مثلا بابك ويمك مع بعضهم يشكلوا لي زوج كما هنا الآن وآس سألتك كم عدد الأقطاب تعدده تقوله زوج بسرح كي يقولك عدد الأزواج P إذن P وش يساوي يساوي واحد كما تلاحظوا هنا P وش يساوي في زوج واحد إذن P وش يساوي واحد لو كنا أعطيكم مثلا ندوار ثاني كما تلاحظوا كما تلاحظوا قد فيه قطب فيها أربع أقطاب إذن نسئلكم سؤال كم عدد أزواج للأقطاب P وش هتقول لي يا أستاذ بما أنه كين ربع أقطاب إذن P وش يساوي يساوي زوج أزواج والمحرك الأخير كما تلاحظوا في الضوار أعطيتكم ثم أقطاب أربعة شمالية وربعة جنوبية لو كنسئلكم P كيف يساوي تقول لي يا أستاذ هنا كين ربع أزواج إذن P يساوي أربع أزواج أقطاب المغناطيسي هذه سهلة خلاص ما في حتى إشكالية كي يقول لك أحسب P ولا تتخرج وروح مباشرة للدواء هنا يجمع من القانون تعوي ما هو الذي يقول لك سؤال أحسب عدد خطوات محرك خطوة إذن P وش يساوي يساوي كواحد الذي يسمى معامل تبديل ولا نوع التغذية كاثنين نمط تشغيل هل هو متناظر أو غير متناظر M هي عدد الأطوار والP هي عدد الأزواج الأقطاب المغناطسية جماعة قد يجيكم سؤال بعد ما عرفنا عدد الخطوات قد يجيكم سؤال وش يقول لك أحسب خطوة زاوية مع أنت هذه الخطوة قده زاوية ديرها هذه بسيطة جدا نفي حتى إشكالية إذا زاوية رزولها ألف 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 وش تساوي إذا حبي تحسب ها 60 على 4 نجد خطوة زاوية 90 درج ولا تقدر تحسب ها كذلك برادي بما أن 360 درج وش فيها 2 بي 2 بي يقسم على عدد خطوات وتجيها بوحدة أراضي هذا المقدار الثاني قد يجي سؤال آخر يقول أحسب سرعة المحرك بما أن المحرك يتعلق بالنباضات مع تتعلق سرعة المحرك تساوي تواطر إشارة ساعة N5555 أو توليد إشارة ساعة باستخدام باستخدام نفس مؤسس أجمع تتعلق 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 50 هات لا لا الاف يجب تحسب ها من N5555 احسب الضور N5555 كي تقسم على مقلب هذا هذا يجب تواطر إذن سرعة المحرك تساوي تواطر إشارة ساعة على عدد الخطوات أو تستطيع تكتب ها بدلالة الدور وتساوي 1 على دور في عدد الخطوات يساوي مقلب تواطر وإن السرعة هنا وحدتها راديا خلال الثاني وآخر مقدار يسألكم السيد أحسب العزم المفيد إذن العزم المفيد كوبل في هذه الحالة العزم المفيد يساوي إستطاع المفيد المحرك الذي يمد لك من لوحة المواصفات على 2 في سرعة المحرك التي هي الآن هذه بعد ما تحسب هذه كل احتمالات التي قادرة تأتي في محرك خطوة بخطوة وهنا يكملنا درس محرك خطوة بخطوة وبهنا فهمه أكثر وأكثر لازمنا تمارين في هذا الفيديو أجبتكم 6 تمارين إن شاء الله كامل تحلهم وإن شاء الله كامل لا تقوش فيهم حتى إشكالي أنا نفتح لكم غير تمارين واحد إذا تمارين الأول أعطيتكم هذا تمارين فيه 6 أسئلة طابق توليد إشارة سعى باستخدام N555 طابق تحكم سجيل إزاحة يمين دورانية وطابق تضخم باستخدام مقحل NB وهذا طابق لإستطاع المحرك هذا بنسبة تمارين الأول تمارين الثاني وش مدتكم فيه أعطيتكم طابق توليد إشارة سعى باستخدام N555 طابق تحكم باستخدام عداد جونس نجمع ركز عملي عداد جونس باسك وكي آ وكي وكي آ وطابق تضخيم باستخدام طابق توليد إشارة سعى ونبذر باستخدام 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 سجل الشامل 7498 وطابق تضخيم الإشارة باستخدام مقحة مصفات قناة N وهنا دارة الإستطاع تعمل خطوة بخطوة تمارين الرابع كما تلاحظ طابق كما هنا تلاحظ تضخيم باستخدام تضخيم ثنائي القطبة باستخدام مقاحة N وهذه دارة داخلية تعمل باابا تمارين خامس تمارين خامس كما تلاحظ أعطيتكم هنا 4 طوابق طابق الأول هو توليد إشارة سعى باستخدام بوابة نفي CMOS طابق الثاني دارة مندمجة SAA 1027 هي طابق التحكم وهنا طابق ثلاث هو الوشعة المحرك هنا لم تكن طابق تضخيم باستخدام مقحون داخل SAA 1027 و F7 F4 هو طابق الاستطاعة وهو محرك خطوة بخطوة هذا بنسبة تمارين خمس وآخر حاجة تمارين ستة كما كنت لاحظ أعطيتكم مزوج طوابق طابق التحكم هو مبرمج ال مبرمج الآلي لابي فش يتحكم مباشرة في الوشعة محرك خطوة خطوة وهذه هي البنية الداخلية محرك خطوة خطوة بالتوفيق للجميع جماعة أنا وشحن دير رح نفتح لكم تمارين الأول فقط هيا جماعة رح نحل التمارين أول سؤال ما اسم الطوابق وما هو دورها وما هو نوع المحرك طابق F4 هيا نجاوب بسرعة جماعة ننكبركم التركيب ونجاوبكم بالتفصيل ومبعد هيا نعود ونراجعون ونكملوا الأسئلة هيا جماعة رح ال N5555 بما أنه 2 مربوط مع 6 إذن N5555 قلاب لمستقر وظيفة توليد إشارة الساعة وبما أنه هذا التركيب يحتوي على مقاومة متغيرة مجال ضبطها من صيفة إلى 50 كيلو أوم إذن هذا الدرش تمدلي إشارة ونبضات قابلة للتحكم نقدر نزيد فيها ونقدر نقص فيها إذن طابق الأول هو جماعة طابق توليد إشارة ساعة باستخدام N5555 وشو رضيفت هذا الطابق تزويد سجل ولا تزويد محرك خطوة بخطوة بالنبضات رح الطابق الثاني كما تلاحظوا طابق هذا في قلبات D وش سيكون سجل وكما تلاحظوا المعلومة تدخل من D A ثم B C C D D D وكما أنه يفتراك إذن هذا الطابق سمعه طابق التحكم باستخدام سجل إزاحة يمين إزاحة تسلسلية نحو اليمين دوارانية صحيح X30 أجمع إبتدائية من أشغلة ثلاثة وظيفتها مسحة سجل خارجية X33 أجمع تلاحظوا تلاحظوا بللي كان بوباء وهذه البوباء مربوطة بإشارة ساعة ومدخل الثاني مربوط X33 X33 كان مدلها 0 0 في إشارة ساعة 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 هنا مكاش الإزاحة والموتوباء أبا لا يدور X33 تساوي 1 تولي وظيفتها إذن بتدوير محارك خطوة بخطوة ولا تقدروا تقولوا إذن بشحن تسلسلي إزاحة يمين دورانية لطابق F2 وشيف ترايت وشيه هي المعلومة المراد شحنها تسلسليا وإزاحتها نحو اليمين دورانية هذا بنسبة طابق الثاني وخط طابق الثالثة جماعة كما كما تلاحظوا طابق التضخيم بما أنه فيه مقاحل وهذه المقاحل تضخم التيار الوشيعة L1 L2 L3 L4 إذن وظيفته نسميه طابق التضخيم وظيفته التضخيم بالتيار للوشيعة المحارك خطوة بخطوة كما كما تلاحظوا هنا كده كين وشيعة 1 زوج 3 4 هذه الوشيعة محارك خطوة بخطوة وعلى الزاد ديودات تجمع كما تلاحظوا أنه الوشيعة تغذيها ستمدل قوة كهربائ متحريضة وهذه قوة كهربائ متحريضة قادة تتلف كوليكتور المقاحل بأن نحميها لازم العجلات الحرة وهذا الوشيعة يجب يكون استقطاع بعكسي على توازي مع وشائع محارك خطوة بخطوة وهذا المقاومة تربع عندها هذه المقام وش تحدي التي لحماية قاعدة المقاحل هذا بنسبة طابقة رقم ثلاثة طابق الأخير هو طابق الاستطاع وش في هذا طابق هو عبارة عن محارك خطوة بخطوة ذو مغناطيس دائم ووشيعتها تبديل أحادي القطبية كيف عرف تبديل أحادي القطبية الوشيعة يتحكم فيها المقحل وحدي ذخب من الاستطاع مقحل واحد وش وظيفة هذا المحارك وظيفته دورا بخطوة زاوية كما كم تلاحظوا هذا هو المغناطيس دائم وكما كم تلاحظوا طابق تحدي أحادي قطبية على هذي يسميته محارك خطوة بخطوة ذو مغناطيس دائم ذو تبديل أحادي قطبية هيا نجاوب هيا نجاوب على الأسئلة نبدأ F1 وشي هو توليد إشارة الساعة قابلة للضبط نقدر نزيد في سرعة المحارك ونقص سرعة المحارك ولا وشي نقول توفير نبضات للمحارك ولا توفير نبضات للسيج هكذا F2 اللي هو طابق التحكم اللي يتحكم في تغذية الوشائع تعام خطوة خطوة وشي هو وظيفته وتحكم في تغذية الوشائع بتتابع F3 وشي هو طابق التضخيم بالمقاحل المقاحل هنا وشي كنت تلاحظ Mpn وشي وظيفته وظيفته تضخيم التيار ولا الاستطاعة للوشائع الموجودة داخل محارك خطوة بخطوة وآخر حاجة F4 طابق الاستطاعة اللي هو الاستطاعة وهذا الطابق الاستطاعة وشي فيه في محارك خطوة بخطوة ذو مغناطيس دائم وتبديل وشي هو أحادي قطبية وشي وظيفة تتعه هذا المحارك دورا بزاوية دقيقة خطوة بخطوة رحوا سؤال رقم 2 ما دور P والX30 وX33 وشي فيترايت إذن P بما أنه مقاومة متغيرة ووظيفته الضبط وبما أنه تركيب لتحكم فيه توليد إشارة ساعة اشارة السعر مقاومة متغيرة وظيفته التحكم في سرعة محارك خطوة بخطوة بخطوة رت simulation كلما تدع سرعة نباضات د Care سرعة دوريا محارك خطوة بخطوة كلما تدع سرعة نباضات كلما تدع سرعة نباضات تدع سرعة تقبل سرعة خطوة بخطوة كلما تنقص نباضات تنقص كات Led دوريا محرك خطوة بخطوة. X30. X30 بما أنه موصولة بالمسح وظيفته مسح السجل خارجيا بواحد منطق. X33 موجودة في إشارة 9 مع أنت وظيفتها إذن. وش مع أنت إذن بشحن تسلسل إزاحة يمين دورانية ولا بما أن هذا السجل يتحكم في متربة أبا مع أنت إذن بتدوير محرك خطوة بخطوة. إذا مش وظيفتها إذن بتدوير محرك خطوة بخطوة صحيح ولا تقول إذن بشحن تسلسلي إذن بشحن سجل تسلسليا إزاحة يمين دورانية. X30啥 هي المعلومة التسلسلية مراد إزحتها. المعلومة بأسكرا هنا في السجلة عندي طريقة شحنة. إذا ما شحن تسلسلية؟ والله الشحن تفرع. أنا شحنت هنا تسلسلية عن طريقة قيمة X30啥. رحو سؤال ثلاثة. سؤال ثلاثة. أحسب عدد الخطوات لهذا المحرك خلال الدورة واحدة. طريقة بسيطة جدا. أولا. ترغب القانون قانون يساوي كا واحد في كاثنين في M في P ونبدأ ونخدمه بنفس الطريقة إذن نبدأ إذن كواحد تجمع شوفوا معي كواحد ويساوي يساوي واحد كفى عرفتوا واحد كواحد هو نمط التبديل بما أن المقحل يتحكم في وشعة واحدة والله وشعة فيها مقحل واحد يتحكم فيها إذن وش سميوا هذا سميوا تبديل أحادي قطبية وكعد التبديل أحادي قطبية كواحد يساوي واحد ولكن يمد الليبونية الداخلية على الوشعة ونلقى نقطة وساطية نقوله كواحد يساوي واحد في 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 كاثنين كاثنين نجمع نشوفه النمط التشغيل متناظر ولا غير متناظر بما ان الوشعة هذا يتحكم فيهم سجل ازاحة يمين دوارانية قلنا سجلات كامل يمد لنمط متناظر باستثناء فقط باستثناء عدد جونسون بما ان هنا سجل ازاحة يمين دوارانية هذا يمد لنمط تغذية الوشعة متناظرة اذا كاثنين وشي يساوي واحد يساوي واحد لو كان جاء غير متناظر كاثنين يساوي اثنين روح نكملوا روح الام عدد الوشعة هنا بدأ كينين واحد زوج ثلاثة اربعة اذا ام يساوي اربعة بصع جماعة هذا تركيب ما يساعدني بزمن مستحسن احسبهم من طابقة التضخيم والله كيمدلك بنية داخلية الوشعة اذا ام يساوي اربعة وبقد ترنت اخر نكمل الثامنية هو عدد الازواج الاقطاع بما انه لدي قطوبين قطوب الشمالي و這一t六 اذا كندين زوج؟ اذا كنزوج واحد اذا ام هنا هساوي يساوي واحد ام بعد ذلك ت distortedه عملية حسابية اذا عدد العدد الخطوات هنا هساوي يساوي اربع خطوات اذا محارك خطه وبخطوة ي quedزعص ربع خطوات خلال الدور هذا بسؤال 4. بسؤال 5، أحسب سرعة المحرك علماً أن المقاومة المتغيرة في هذه الحالات تسوي 10 كيلو أوم إذن بسيطة جداً، إذن سرعة كما قلتكم تسوي تواثر تعيش هذه، إتنسيون، ليس خمسين هاتس على الأسم تعال، هذه الأنو 555. ما أنت لازم تحسبها، تسوي تواثر F على عدد الخطوات أو تسوي تواثر F على دور T في عدد الخطوات وتسوي تواثر F على مقاومة المكافأة أثناء الشحن، وما أنت تتبع تيار من VCC حتى تصل إلى مكثيف هذا تيار ما يفوت؟ يفوت عبر R1 على تسلسل B على تسلسل R2 إذن مقاومة المكافأة أثناء الشحن، تسوي R1 زيد P زيد R2 زيد مقاومة المكافأة أثناء التفرق، كيف نعرف أن نتبع مصار تيار من مكثفة القطب 7 هذا تيار يمر عبر R2 و عبر P، وهذه مقاومة على تسلسل إذن زيد P زيد R2 في ساعات المكاثمة مسؤولة عن الشحن والتفريق، يعني اللي هي C1 عذرنا نجمعها C1 ليس C في LN2، بما أنه 2 مربط مع ستن ديما نضربها في LN2 والذي أحب أن يفهمها ملاحة جماعة يروح تفرج الحصة رقم 22 دير فيها 8 بالتفصيل، تجدوا كل شيء موجود في هذا الفيديو هيا نكملوا جماعة، إذن دورتي بعدما تعاوضوا بالقيم الدولية، دورتي تجدوا 31.3 ثانية و أحسبوا أنتم، ممكن أنني غالط في الحساب بعدها بعدما حسبت الدورتي، نعاوضوا هنا إذن دورتي نعاوضوا هنا، إذن ماذا يساوي السرعة؟ تساوي واحد على الدور الذي هو 31.6 في AN أنا قد أجمعها أجمع، أجمعها أربعة، إذن واحد على 31.6 فيها ربعة ممكن نحسبها، ماذا نلقاها؟ نلقاها سيفة، سيفة، سيفة ثمانية، راديان خلال الثانية، بالتقريب هذه هي السرعة الزاوية لمحرك خطوة بخطوة، هذا بنسبة سؤال رقم 5 رحوا آخر سؤال، هو سؤال 6، ما هي أقل قيمة وأكبر قيمة لسرعة المحرك؟ بما أنه المقاومة المتغيرة هي اللي تحكم في التواتر إشات ساعة، معانتها هي اللي تخلينا نزيده في السرعة ونقصه في السرعة هاي نبدأ بأول حاجة، متى تكون أقل سرعة لمحرك خطوة بخطوة، تكون لما يكون لما يكون أن مينيمو، وكتن يكون أن مينيمو، لما يكون تواتر، أقل قيمة له، أقل سرعة لمحرك خطوة بخطوة تساوي تواتر، أقل قيمة لتواتر على عدد خطوات، ولا نكتب بابدلات الدور جمع، جمع ركزوا معي منح، بما أن الدور جاء في المقام، القيمة هذه وقتها صغير، لازم الدور يكبر، معانتها Tmax لازم تكون أكبر قيمة لها، إذاً، ومتى تكون سرعة أعظمية، لما الدور يكون في أكبر قيمة له، وهذا الدور جمع وقتها يكون أكبر قيمة له، لما تكون المقاومة PN لازم تكون ماكس، هاكذا، إذا نكتب سرعة تكون أقل سرعة، لما F تكون مينيمو، أو تحسب بابدلات T لازم تكون ماكس، هاكذا، وبعدها أحسبوا Tmax، أجمع، الضوار Tmax، العبارة تعودتها R1 Z2P Max Z2R2، هنا P كنت نعوضها، نعوضها بأكبر قيمة لها، لازم نعوضها بأكبر قيمة لها، وأكبر قيمة لها هنا كما تلاحظون، المجلة حموة صيفة 50، أكبر قيمة لها وهي 50 50 كيلو أم، وبعدها أجمع، وما تحسبوا تحسبوا هذه القيمة، كنت تجدوا هذه القيمة، وما تحسبوا هذه القيمة، وما تحسبوا؟ وكتبوا لي نتائجها في التعليقات، جماعة، لا تنسوا رغم أغلبية، أغلبكم لا تكتبوا لي نتائج في التعليقات، مراجية أريد أن نحسب، نحسب بثاف، والذي يعلق ويدر النتائج، يجعله مراجي يقدر يشاهد الفيديوهات، والذي لا يعلقش، مراجي يجعله سمو الترشيح للفيديوهات، يعني لي فيديو ما يوصلوش، هذا بالنسبة لكي يقول لك أحسب أقل سرعة للمحرك، سؤالي بعد، أكبر سرعة للمحرك لما يكون؟ وكتبت تكون سرعة ماكس، لما يكون F ماكس، اللي هو البسط، أو لو كنت تكتبها بدلات الدور، بما أن الدور جاء في المقام، وكتبت تكون سرعة أعظمية عندما يكون تواثر أعظمي، أو عندما يكون دور دنيوي، يكون أقل قيمة له، بنفس الطريقة جماعة الدور، ما لدينا؟ عبارة تسوي R1 زيد 2P زيد 2R 2، وبعدها P هنا، تعوضها بالقيمة الدنيا، الذي يجدها 00A، صحيح؟ بعد ما أطلب منكم، احسبوا لي هذه القيمة، كي تحسبوا لي هذه القيمة، عوضوها هنا، وعطوا لي القيمة الأعظمية تأسرة، وكتبوها لي في التعليقات، وهنا يا جماعة زينا، وصلت نهاية الحصة، إن شاء الله كامل فهمتوا، إن شاء الله وصلتكم كل صغيرة وكل كبيرة على محرك خطوة بخطوة ذو مغناطس دائم، بقى محرك خطوة بخطوة دواره ذو مقام متغيرة، إن شاء الله نشوفها في الحصة المقبلة إن شاء الله، بالتوفيق للجميع إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشتركوا في القناة